موسيقى رئيس مجلس الوزراء يتابع عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء شكري يبحث مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين هجوم صاروخي للجيش الأوكراني على قاعدة روسية في زابوريجيا وروسيا تشن غارات جوية على دونساك الثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشأة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من المسؤولين وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجهود المبدولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي ساهمت في ظهور المدينة في صورة حضارية مميزة كانت محل فخر للجميع تناول الاجتماع موقف مشروعات خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ كذلك استدامت منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحي خاصة به يروي بها المسطحات الخضراء لديها عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وأشار وزير الصحة إلى أن عدداً من منشآة الرعاية الأولية يصل إلى خمسة ألاف وأربعمائة وست وعشرين منشآة على مستوى الجمهورية تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب تخفيف التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة وأشار وزير الصحة إلى أن خطة تطوير الرعاية الأولية ستسهم في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة وتخفيف العبئ عن المستشفيات تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيب أسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 730 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 طن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 671 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغذائية تم ضبط قرابات 34 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 912 قضية من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام جلسة للمباحثات بالقاهرة وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر ومقدونيا الشمالية في مختلف المجالات بالإضافة إلى التعاون بين دول مجموعة الشركاء المتوسطين لمنظومة الأمن والتعاون الأوروبية ورئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي في ضوء علاقات مصر الممتدة مع المنظمة وأشار شكري إلى وجود اهتمام لاستمرار التنثيق بين البلدين وفي إطار متعدد حيث تم التأكيد أيضا على وجود إرادة سياسية قوية لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين استقبلات مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون وبالتأكيد أن مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مراعاة لدوافع التي قدت إلى تركهم لموطنهم ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين هذا من السبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإسكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج للرعاية والدعم وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصري في هذا الصدد ولكن نحن نستمر في سياساتنا من منطلق المبدأ مصر تعد شريكا أساسيا وهي شريك هامل للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على أربعة إرهابيين خلال مدهمات أمنية بعدة محافظات من بينها الأنبار والبصرة وميسان وأضافت أنه تم ضبط عدد من العناصر المطلوبين للقضاء لضلعهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وعمليات إجرامية أخرى أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي أن النصر على الإرهاب تحقق بفضل التفاني والتلاحم بين المواطنين والقوات الأمنية وأكد المتحدث باسم القيادة الأمنية العراقية أن القوات لن تندخر جهدا في القضاء على بقايا العناصر الإرهابية وملاحقتها أينما كانت كان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد أكد أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهاب قادرون على أن ينتصروا على الفساد الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها تستضيف الولايات المتحدة الثلاثاء المقبلة القمة الأمريكية الأفريقية ثانية في واشنطن لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الإطار عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية لتعزيز التعاون المشترك أمريكية أفريقية تهدف لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين القمة هي الثانية من نوعها حيث عقدت الأولى في عام 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أكدت على الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية لافتة إلى أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها الأفارقة في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة القمة الأفريقية الأمريكية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ترى واشنطن في أفريقيا القارة الأسرع نموا في العالم وأنها ستعيد تشكيل المستقبل وستحدث فرقا في مواجهة أكثر التحديات الحاحن وفي اغتنام الفرص المتاحة أمام الجميع على هامش القمة الأمريكية الأفريقية يعقد منتدى المجتمع المدني بعنوان الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 1963 ويمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني أن تدلي برأيها فيما يتعلق بالفئة المهمشة في الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد كما يعقد على هامش القمة منتدى قادة شباب أفريقيا والمهجر الذي يشدد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والأفريقى في المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفريقى من أجل توصله إلى حلول مبتكرة للتحديات الرهنة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد قبيل القمة بدخول الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في بادرة تؤكد على التوجه الأمريكي الحثيث اتجاه التعاون مع دول القارة قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب أن لا تكون مجرد سطار لإعادة روسيا تسليح نفسها وأضاف كليفرلي أنه لم يرى أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة لافتا إلى أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات السلام تجرى في أسرع وقت إلا أنه كرر القول أن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى قتل أكثر من 200 جندي روسي في هجوم النصار خيش أنه الجيش الأوكراني على قاعدة روسية في إقليم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا وقال سكان محليون أن المصابين من الجيش الروسي نقلوا إلى مستشفيات بشبه جزيرة القرم مؤكدين سمع أكثر من عشرة انفجارات مدوية وبحسب المعلومات الأولية التي نشرها الجيش الأوكراني فقد تم استهداف فندق كان يقيم فيه الروس وفي سياق متصل أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت من الساعات الماضية بمدافع الهون منطقة سومي بشمال البلاد أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية تصديها لهجمات روسية بمناطق عدة فيه لوهانسك ودونسك وأوضحت القوات الأوكرانية أن روسيا شنت ثلاث ضربات صاروخية وسبع عشرة غارة جوية وأكثر من ستين هجوما غير عبر رجمات الصواريخ وأضاف بيان أوكراني أنه لا يزال هناك تهديد بشن هجمات صاروخية على نظام الطاقة وأهداف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا أعلنت السلطات دونسايكند القوات الأوكرانية قصفت عدة أحياء بالمدينة بنحو 20 صاروخا من تراسجراد وأضافت السلطات الموالية لموسكو أن شخصين قتل وأصيب عشرة آخرون جراء قصف أوكراني آخر في مدينة مليتو بول كما أصفر القصف عن هجم مدرسة ومحطة للحافلات ودمار ممتلكات عامة ترجمة نانسي قنقر الأوكرانية ما زالت مستمرة خاصة في مدينة مليتو بول ذات الموقع الاستراتيجي عقب محاولات أوكرانيا شن هجمات على أمل استعادة المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية حاكم منطقة زابوريجيا ييفيجيني باليتسكي كشف أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة صواريخ إلى أهدافها مضيفا أن مركزا ترفيهيا يضم منطقة مطاعم تم تدميره خلال الهجوم الأوكراني وذلك بصواريخ هيمارس الرئاسة الأوكرانية أكدت على أهمية مدينة مليتو بول وضرورة استعادتها وأشرت إلى أنها تعد مركزا صناعيا ومفتاح الدفاع عن الجنوب الأوكراني مؤكدة أنه إذا سقطت مليتو بول سينهار خط دفاع بأكمله وذلك على طول الطريق إلى خيرسون وستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم أما روسيا فتواصل أعمال القصف على مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا بهدف الإضرار بالبنية التحتية للمنطقة والمباني السكنية مما يقبر المدنيين على الفرار إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة للكهرباء أعلنت أن البنية التحتية للطاقة في محيط خيرسون تم تدميرها عمليا وذلك خلال انسحاب القوات الروسية وأن الوضع معقد في أوديسا التي تستهدف بضربات ورغم هدوء حدة الأزمة الأوكرانية إلا أن الأضرار ما زالت بالغة قال وزير الزراع الأوكراني ميكولا سوليسكي إن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود في أعقاب أحداث للهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة وأظهرت بيانات وزارة الزراع أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر ترجعت بنسبة 47.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.9 مليون طن كانت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا قد عادت للعمل في نهاية شهر يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وذلك بعد توقفها لأكثر من ستة أشهر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديماتري مدفاديف أن بلاده تعمل على تكثيف إنتاج أقوى الأسلحة المتطورة وأضف مدفاديف أن عدو روسيا ليس فقط كييف بل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلاندا وغيرها من الدول التي تصاعد من العمليات العسكرية وعلى صعيد آخر أكد نائب وزير الخارجية الروسي ضرورة استناد عمل مركز التنصيق المشترك بشأن اتفاق الحبوب إلى مبدأ التوافق بين جميع الأطراف وعدم استخدام الممر الإنساني لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية مشددا على الضرورة إجراء عملية تفتيش شاملة وعالية الدقة بالطريقة المتفق عليها لمنع أي انتهاكات ولضامان سلامة الملاحة أعلن وزير الدفاع البولندي أن جميع الدبابات التي اشترتها وارسو من كوريا الجنوبية سيتم نشرها في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا وتسلمت بولندا يوم الثلاثاء الماضي الشحنة الأولى من كي تو عشر دبابات مدفع هاونز ذاتية الدفعة ضمن صفقة تضم ما يصل إلى ألف دبابة ومئة المدافع هاونز من كوريا الجنوبية كما أعلنت وارسو أنها ستشتري قاضفات صواريخ و48 طائرة مقاتلة خفيفة وذلك في تكثيف لمشترياتها الدفاعية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية قالت شركة جازبروم الروسية أنها تعتزم شحنة 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب عملياتها العسكرية في أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم أفادت مصادر بأن نقبة موظفي البنك المركزي الأوروبي تنوي القيام بخطوات احتجاجية للحصول على زيادة في الرواتب تعاني دول أوروبية كثيرة من اضرابات بسبب مطالبات بتحسين الأجور وخاصة في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تستمر معاناة أوروبا مع استمرار الأزمة في أوكرانيا ووصول التضخم إلى مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة الإضرابات باتت نشاطا شبا أسبوعي في دول التكتل بعد ارتفاع مستويات المعيشة وتدني الأجور بشكل كبير فنقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي تعتزم القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب إلى ذلك تواجه بريطانيا موجة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين وسط ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 11.1% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 1981 كذلك لا يزال إضراب عمال السكاك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمرا حيث من المتوقع أن يشارك نحو 40 ألف موظف في تحركات واحتجاجات جامعية وذلك من الثالث عشر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري وفي فرنسا كانت حركة القطارات قد شهدت اضطرابا كبيرا بسبب إضراب للمراقبين أكبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من الرحلات وذلك في الأسبوع الماضي في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام هذا ورفع البنك المركزي الأوروبية أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل في الأشهر الثلاثة الماضية ووعد بمزيد من التجديد في ديسمبر لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطئ في وطيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق توقعت وكالة بلومبرغ أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند ذروتها طوال عام 2023 محطما الأمال التي أخذتها الأسواق في الحسبان لخفض الفائدة مما يجعل الركود محتملا للغاية وأظهرت توقعات بلومبرغ أن صانع السياسات النقدية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء المقبل وذلك بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس أعلنت فانزولا إجراءات للدفاع عن عملتها البوليفار والتي خسرت 17% من قيمتها مقابل الدولار الأسبوع الماضي قال الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورو أنه أمر الفريق الاقتصادي باتخاذ إجراءات للدفاع عن السعر الرسمي من أجل تجارة سليمة في مواجهة هجوم الدولار من جانبها ترى الحكومة في خفض قيمة البوليفار هجوما يهدف إلى إبطاء نمو البلاد قال رئيس السياسة في الحزب الديمقراطي الحر ووزير الصناع الياباني السابق أن على السلطات اليابانية زيادة انفاقها العسكري في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وأضاف خلال زيارتي لتايوان إن اليابان انتهجت منذ الحرب العالمية الثانية طريق السلام ولن يتغير هذا المسار في المستقبل وأضف في منتدى حول العلاقات بين اليابان وطايوان أن مجرد النطق بكلمة سلام لا تكفي بالطبع لحماية سلام البلاد أطلقت اليابان اليوم أول مركبة فضائية إلى القمر من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية وأطلقت الشركات آي سبيس اليابانية الخاصة النشئة المركبة بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ سبيس ايكس ناين والذي يحمل المركبة تهدف مركبة شركة آي سبيس إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه سيكون نجاح المهم أيضا علامة فارقة في التعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة في وقت أصبحت في الصين تنافس بشكل متزايد في مجال الفضاء شقت الكابسولة أوريون غير المأهولة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا طريقها للعودة عبر الفضاء بعد إتمام رحلتها حول القمر لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتناس الاستكشافي بعد خمسين عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر ومن المقرر أن تهبط الكابسولة وهي تحمل طاقما سوريا مكونا من ثلاثة دمى مواصلة لأجهزتها الاستشعارية بالمظلة في المحيط الهادئ وتختتم مهمتها التي استغرقت خمسة وعشرين يوما بعد أقل من أسبوع من بلوغها مساحة نحو مائة وسبعة وعشرين كيلو مترا فوق القمر وحوالي أسبوعين بعد وصولها إلى أبعد نقطة في الفضاء وذلك على مسافة ما يقرب من أربعمائة وأربع وثلاثين ألفا وخمسمائة كيلو متر من الأرض سجل بركان لاسكار الواقع في شمال تشيلي زيادة في نشاطه البركاني ما أدى إلى حدوث زلزال وظهور عمود من الدخان بارتفاع ستة ألاف متر وقررت السلطات رفع مستوى الإنذار البركاني بالقرب من لاسكار وفرضت شريطا أمنيا بطول خمسة كيلو مترات في محيط البركان ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو تضرر في البنية التحتية وأعلنت حالة التأهب في إحدى القرى الواقعة على بعد ثلاثين كيلو مترا من البركان وذلك استعدادا لعملية إخلاء محتملة نظمت الأمنة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية صالونا ثقافيا شارك به عدد كبير من الخبراء والمختصين لمناقشة عدد من الموضوعات الثقافية التي تهم الجمهور خصوصا الشباب واستعرض المشاركون خلال الصالون العديد من الأفكار والرؤى الخاصة بالمحور المجتمعي الذي يعد محورا أساسيا من محاور الحوار الوطني لرفع توصياتها إلى مجلس الأمناء والحوار يأتي هذا بهدف إشراك كافة الفئات في الحوار الوطني وتحقيق أكبر قدر من الثقة ورفع الوعي لمختلف فئات المجتمع لا ننكر أن التطور التكنولوجي في التسعينات من القرن الماضي أسهم بدور شديد جدا ودور قوي جدا وعمل نقلة نوعية للاتصال على مستوى العالم متمثل في شبكة التواصل العالمية ومتمثل في شيوع الفضائيات والإنجاز المصرفي والتواصل الاجتماعي المتمثل في الفيسبوك والإنستجرام والتليجرام والواتساب وإلى آخره الصالون ثقافي معتمد على الحوار ما بين المشاركين في الحوار والإجابة على أسئلتهم والاستفسارات اللي هم بيطلبوها وطرعية بالنسبة للشباب كمعلومات عامة عن وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو التويتر أو الإنستجرام كمعلومات عامة بنوضحها للشباب نحن في الشرقية بالنسبة لمجال المحور التعليمي أو الاجتماعي نطغل الموفقات المجتمع ومنها الموضوع اللي نتناقشه الآن اللي هو قطورة التواصل الاجتماعي ده موضوع هام جدا 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 لأنه ليه تأثير قوي على خاصة تأثير السلبي على أفراد المجتمع وخاصة الشباب محافظة الشرقية فيها من أكبر الجامعات على مستوى الجمهورية لجامعة الزازيق عندنا مجموعة نوادي ومراكز شباب وعندنا مجموعة أحزاب كلهم بيهتموا بنشر الوعي بيعني قوليكم حاجة زي الصالون الثقافي اللي احنا فيه ده مجموعة فعليات لحزب زي حماس بحماة وطن احنا موجودين مع الناس في الشارع وأي حد بيحتاج توعية بنكون موجودين معايا لو حد عنده مشكلة بنكون وقفين معايا بنشد الجميع دلوقتي كل الجهات الميدانية والهيئات المجتمعية في المجتمع ان احنا ننزل معاهم ندوات ونوعي الناس طبعا احنا بنبص ان احنا الصالون ده لي اهمية كبيرة جدا ان كان فيه اتجاه ان احنا فيه خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة وطبعا احنا بنجي نبص ان كما كان الاهل التربية ان احنا عشان نربي أسرة كويسة أو أبناء كويسين فيه اربع اركان اساسية اول حاجة بيكون الاسرة اتنين بيكون المدرسة ثلاثة المسجد اربعة الشارع او النوادي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يسأل كل راع عن ما استرعاه حتى يسأل الرجل في اهل بيته فحضر كان فيه مسؤولية عننا كلنا في البيت في المسجد في كل مكان احنا في المدرسة مسؤولين عن ابنائنا نظم تمانة حقوق الانسان بحزب حماة الوطن صالونا ثقافيا تحت عنوان اليوم العالمي لحقوق الانسان رؤية وطنية نقش الصالون عدة محاور منها مصر والمنظومة الدولية لحقوق الانسان ومصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالاضافة الى الحوار الوطني كرؤية حقوقية امانة حقوق الانسان بحزب حماة الوطن بتنظم النهاردة الفعائلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بتشريف معالي السفيرة مشيرة خطاب وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل أن مصر تتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد قامت بما يخص ملف حقوق الإنسان بالكثير من المبادرات والإجراءات الحقيقة بحي حزب حماة الوطن لتنظيم هذا الصالون والاختيار هذا اليوم تحديداً اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم ده السنة دي بالذات مهم لينا أكتر من أي سنة مضت مجلس قومي لحقوق الإنسان بيفخر أنه انتهى من وضع إطار لخطة تنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر وداعم لمصر في مجالات كثيرة جداً ومنها موضوحه الإنسان هذا الاهتمام بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بيؤكد أن مصر لديها إرادة أساسية حقيقية على تنفيذ كل ما جاء في الإستراتيجية وفي نفس الوقت دعم أكبر لحقوق الإنسان في مصر واهتمام بأنه يبقى فيه بنية الشعية حافظة لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت اهتمام بهذه المشروعات نحن لدينا مشروع مهم جداً مشروع هو هو مشروع حقيقية كريمة أتصور أنه هو من المشروعات المهمة اللي بتقول أن مصر لأي مدى مهتمة بمنظومة الحقوق المدنية والساسية وأيضاً الحقوق الإقتصادية والاجتماعية وعودة إلى خبر تضخم الذي يضرب أوروبا وسط مستويات قياسية جديدة ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا دكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجماعة كارداف البريطانية دكتور بعد التحية نحن نتحدث عن تضخم يضرب القارة الأوروبية وهناك تحذيرات أيضاً من إضرابات في العديد من المجالات تحياتي لكم المشاهدين وأشكركم على استضافتنا القضية التضخم هي قضية استراتيجية مقاييس المواطنين الأوروبية دائماً مقاييس مادية وليست أيديولوجية أكرب الوقت من الشرق في موضوع التعامل مع الانتخابات ومع الحكومات بتصويت لها أو بعقبتها الآن التضخم الذي يصل إلى معدلات عامة بين دول الاتحاد الأوروبية بين 10 إلى 12 وكبير جداً في بعض دول البلطيق يصل إلى 22% دول الجنوب تعاني دول الشمال تعاني أيضاً ضعف القدرة الشرائية لليورو انخفاضه ليصل إلى مستويات الدولار هذا يعني هناك عزل في الميزانيات سيخلق استفاع مستويات الإنفاق عزل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والأفراد عن الإثاء مستحقات في ديونهم للبنوك سيكون هناك مشكلة عمليات الإقراض بمعنى انخدق سوسيولة استفاع معدات البطالة كل ذلك نتيجة التضخم أعتقد أن العملية الاقتصادية خرجت من أيدي الأوروبيين والإنفاق عالي على العملية محاولة إنجازة نستعمل كلمة عامية إنجازة سياسة الترقيع التي يخبرها الاتحاد الأوروبي في محاولة تدرك ما يمكن تدركها أعتقد أنها تجب عليهم أن العلاج الاقتصاد بأسلوب مختلف وليس الإمعان في عملية العقوبات والعناد والمحاولة الخروج بما ويش على حساب المواطن الأوروبي لأن ذلك سيخلق فداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية أعتقد الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواجهة نعم دكتور يعني ما تشير إلي حضرتك أنه طبعا الأزمة واضحة جدا في أوروبا ككل وليس في دولة بعينها ويبدو أن الأمور ستسداد سوءا في الفترة المقبلة في رأيك هذه الحلول والعلاج الذي تتحدث عنه لابد أن يكون حلا للقارة ككل من خلال الاتحاد الأوروبي أم أن كل دولة لها الحلول التي تنسبها أكثر طبعا هناك البنك المركزي الأوروبي الذي يرسم السياسة المالية للدول ولكن الاقتصاديات الضعيفة والاستهلاكية في كل دول العالم وفي دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني أكثر ولكن حتى انخفاض يعني معدلات النمو للدولة الجوهرة للاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأوروبي وهي المعنى الوصول إلى متعدلات الصفرية أو صفر أو معدلات معدومة فماذا يعني أننا نتحدث عن أزمة اقتصادية حقيقية أعتقد أن الدول الاتحاد الأوروبي تترك البنك المركزي مساحة للحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي للتحرك ومتدارك بعض الأمور نتيجة الاختلافات في موضوع البنية التحتية للاتحاد الأوروبي الاقتصادية ولكن السياسة العامة هي محاولة محاصرة التضخم ولكن لا يمكن محاصرة التضخم إلا من نجة حلول لقضية الطاقة وهي ترفع معدلات ومستويات معدلات البطالة وهي القضية الأبرزة في أوروبا الآن بالتأكيد فهي عملية محاولة دعم الشرائح البسيطة ومتوسطة واستجداء الآن نسمع عن الحكومات تستجد البنوك للنظر بشكل مختلف للديون التي تدخل كما يسميها السياسين الأوروبيين الجيل القادم أو الثاني من الديون المتعثرة نتحدث عن مليارات من الاستثمارات أو الديون التي لقاها الأفراد والمؤسسات يعجزوا الآن عن إفاء مصحقة الديون يعني بعض الأفراد يجب أن يدفعوا ثلاث إلى أربعة أقصاد زائدة عما كانوا يدفعوه نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الإقراض فهذا يعني أنه الكثاد والإقصاد معدلات النمو هذه أزمة كبيرة أعتقد للتحدي الأوروبي أزمة كبيرة لكن دكتور مثلا بعض الدول مثل بريطانيا كان هناك الحديث عن تأجيل بعض الأقصاد دعم الأفراد في الأقصاد الخاصة تحديدا بالطاقة في رأيك إذا ما تم تنفيذ ذلك على مستوى أوروبا ستكون له أبعاد إيجابية أم سلبية لا أعتقد أن هذه حلول التراتيجية هذه حلولها قصيرة في المدى وتكتيكية لأن أيضا حين أنه أجل دفع المستحقات البنوك هذا يعني أيضا خفاض معدلات السيولة لدى البنو وهذا مشكلة في عملات الإقراض أعتقد أن بريطانيا تعاني أكثر نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي كانت تصدر تقريبا 45% من إنتاجها للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كان يصدر الاتحاد الأوروبي أقل من 4.5% إلى بريطانيا أعتقد أن بريطانيا تعاني أكثر من الدول الثانية كتوقعت أن تعود لي يعني بعدها تعيش تاريخها القديمة في موضوع ما يسمى دول كومنولف وهي دول كومنولف دول عديدة أخذ منحة آخر بعلاقات مع الصين علاقات مع روسيا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي أيضا عادت كما يقول أخوانا الخليجيين بخبرك عتيجي يعني في عقلية قديمة التعامل مع الدول الإفريقية ولم تجدهم إلى جانبها لأنهم أيضا هو دول مستقلة وأخذ منحة آخر فأعتقد أن بريطانيا تعاني أكثر وكل هذه الحلول ليست حلول استراتيجية إذن ما هي الحلول الاستراتيجية في رأيك إذا كانت هذه الحلول حلول مؤقتة أبرز الحلول الاستراتيجية يعني لا تبيل مثال خسرنا حتى الآن في الاتحاد الأوروبي أكبر من ثلاثة تريليون نتيجة المعركة مع روسيا يعني التبادلات في الطاقة فقط كانت يوميا مليار في اليوم فقط في موضوع الطاقة فما بالكم في موضوع السياحة وأعتقد أنتم في مصر مخابرين في موضوع السياحة الروسية هي سياحة تخيية وجيدة والآن خسرنا فقط مليون وعشر مليار هي أولا دخول في مفاوضات مع روسيا الوقف الحرب ثانيا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيجاد حلول للموضوع الإقراض البنكي بتخفيض أيضا نسب الفائدة من قبل البنوك في عمليات الإقراض إعفاء الشرائح البسيطة من المجتمع أيضا لكي لا تقوم البنوك بالاستلاء على البيوت والمنازل أو على حتى الشركات وأصولها لأن ذلك سيؤدي إلى حالة من الغلان الاجتماعي والسياسي صحيح أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كاردفل بريطانية قدمت القافلة الطبية بقرية المعتمدية مركز المحل الكبرى بمحافظة الغربية الخدمات الصحية لألف ومائة واحدة واربعين حالة إضافة إلى زراعة مائة شجرة ومحو أمية خمسة عشر مواطن القافلة نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جميع الطنطة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة واختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبرامات بجنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة التي استمرت على مدار يومين قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 247 حالة بمختلف التخصصات الطبية حيث تم إجراء 454 فحصا معمليا وذلك لـ 13 حالة من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان انطلقت قافلة علاجية جديدة بنجع العبادة التابع لمركز دراو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان القافلة ضمت عشر تخصصات مختلفة إضافة لمعملية الدم والطفيليات والأشعة العادية وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة إيراني المغناطيسي وحالة أخرى لإجراء إجراحات مختلفة القافلة الطبية عبارة على المستشفى ميداني متنقل بنتوجه للقرية المستهدفة إحنا بنضم عشر تخصصات طبية مختلفة بنضم معانا صيدلية في أكثر من 130 صنف بالمجان معانا خدمة الأشعة العادية معانا خدمة الأشعة التلفزيونية معانا اتنين معمل معهم التفايلات ومعمل الدم نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه نجاب لنا عربيات ومجانات للوحدة كل حاجة ببلاش الكشف ببلاش كل حاجة ببلاش كل حاجة متوفرة بالصلاة عن النبي انطلقت في محافظة الوادي الجديد أعمال حملة الإطعام والتي تستهدف الوصول للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 5400 أسرة على مستوى مدينتي الخارجة وباريس كمرحلة أولى الحملة التي تستمر لمدة شهر كامل تأتي تأكيدا على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية بالمحافظات الحدودية برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي انطلقت بمحافظة سهاج فعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلال الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسهاج إن المدرية عدت 2561 فريقا من بينها 2141 فريق متحرك يجوبون الميادين والمنازل وذلك بالإضافة إلى 420 فريقا ثابتا بالوحدة الصحية هذا وتستهدف الحملة ما يقرب من 9682 طفلا سواء من أبناء المحافظة أو الوفدين عليها هذا وتستمر الحملة حتى الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر الجاري تم إعداد أكتر من 2561 فريق الفرق ديت فيه فرق متحركة الفرق المتحركة ديت يتراوح عددها من 2200 فريق فيه فرق سابتة 2420 فريق عندنا إشراف لصيق بيبقى موجود مع الفرق لتزليل العقبات وإمداد المستلزمات عند الإحتياج إلى 650 فريق مشرف إدارة ومشرف المديرية كلهم لخدمة أهالينا بيسوهاج والأطفال للتطعيم من عمر يوم إلى خمس سنوات التطعيم لكل الأطفال المصريين وغير المصريين اللي بيبقوا مقامين في نطاقنا الجغرافي المستهدف المتوقع عندنا 120193 طفل ده المتوقع تحقيقه إحنا بنتحرك باستمرار من بيت لبيت العمارة كلها شقة شقة منخبط عليها ما فيش أي موانع نهائيا للتطعيم خالص كل الأطفال طالما عال من خمس سنين بيطعم إحنا بنتحرك لهم في أماكنهم سواء حضنات سواء أي تجمعات لهم سواء شقاهم واللي بيشرفنا في مكاتبنا إحنا مستعدين في أي وقت انطلقت أعمال الحملة القومية لتطعيم بضمارة شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر حيث بدأت الفرق الطبية تابعة لمدرية الشؤون الصحية تنفيذ الحملة التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وأكدت المدرية أن الفرق ثابتة للحملة القومية لتطعيم بضمارة شلل الأطفال منتشر بمدن محافظة البحر الأحمر والإدارة الصحية بها والتي تضم 36 فرقة ثابتة بمدينة الغردقة تهدف الحملة إلى تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس أعوان مصريين وغير مصريين عن طريق فرق تطعيم متحركة إضافة إلى فرق تطعيم ثابتة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من إصداراته الدورية تحت عنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية والتي تتضمن رصدا لتوجهات الرأي العام العالمي بشأن القضايا التي تدخل في نطاق الاهتمام المصري وفي هذا الإطار أشارت نتائج استطلاع للرأي لمركز جالوبا في الولايات المتحدة إلى أن 56% من الأمريكيين يرون أن ارتفاع الأسعار تسبب في ضائقة مالية لأسرهم وفي استطلاع آخر قام بإعداده مركز يوغوف في المملكة المتحدة وفرنسا أوضحت النتائج أن 77% من مواطني بريطانيا يرون أن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة هي أهم قضية تواجه بلادهم وقد أعرب 41% من مواطني فرنسا عن معاناتهم للتأقلم مع ارتفاع مستويات الأسعار الحالية شهد وزير البترول والصحة توقيع بروتوكول مشترك مع مؤسسة إيني الإيطالية لتعزيز سوبل التعاون بمشروع الصحة المجتمعية في محافظة بورسعيد ويستهدف البروتوكول لتحسين القدرات الطبية للعاملين بالمجال الصحي بالمحافظة وذلك من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية وفقا لخطة بناء القدرات وتطوير البرنامج التدريبي ورفع كفاءة الصحة المجتمعية وإلى سوق المال حيث أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم ببداية جلسات الأسبوع على تباين المؤشرات وسط مشتريات المستثمرين المصريين والعرب قابلتها مبيعات للأجانب سجل رأس المال السوقي مستوى تسعمائة وثمان وثلاثين فاصل ثمانية من عشر مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو ثلاثة فاصل تسعة مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكترتي بنسبة واحد فاصل أربع عشر من مئة في المئة ليغلق عند مستوى أربعة عشر ألف وستمائة وثمانين وستين نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكترتي بنسبة ثلاثة وستين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وسبعمائة وخمس واربعين نقطة وصعد مؤشر اي جي اكترتي بنسبة تسعة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أربعة ألاف وسبع وعشرين نقطة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهدت تباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية بات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية وقد أكد الرئيس السيسي بواكه نعام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثل نجاحها في مصر نقطة للانطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة والتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لأسيما مع شركة تاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في أطار التعاون مع شركة تاليس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات انتهت نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عنوينها رئيس مجلس الوزراء يتابع عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء شكري يبحث مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين هجوم الناصار خيل الجيش الأوكراني على قاعدة روسية في زابوريجيا وروسيا تشن غارات جوية على دونتسك نهاية نشرتنا شكرا لكم دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر